المهم في الموضوع بقى بتاع الفيديو النهاردة اللي هو ايه بقى سبب مشكلة انخفاض المحصول لنباتات في حالة زيادة المتيسر من عنصر الفصفور في الطربة ممكن نسمي الموضوع ده اعراض زيادة عنصر الفصفور بشكل عام على النباتات يعني معنى صح ممكن نسميه ضرر زيادة عنصر الفصفور طبعا حضرتك لازم تعرف ان عنصر الفصفور غير متحرك في الطربة فبالتالي نادر اوي ان تظهر اعراض الزيادة في النباتات خاصة في الاراضي الطنية او الاراضي بشكل عام برضو لانه بيحصل تثبيت الفصفور بشكل كبير ولكن في بعض الاحيان بيظهر عندي اعراض زيادة لعنصر الفصفور المتيسر في الطربة بما يؤثر على انتاجية النبات ومحصول النبات امتى بيحصل الكلام ده؟ بيحصل لما انا ازوت وبالغ في عملية التسميت عندي بالاسميدة الفصفاتية بشكل كبير جدا بيحصل تراكم ليه الفصفور في الطربة لدرجة انه التربة نفسها بتستكفى من التثبيت فيبقى عندي جزء كبير جدا ميسر من الفصفور وده برضو قليل جدا حدوثه ولكن في الاراضي اللي هي بتكون رملية وبضيف فيها الفصفور دايما غالبا بفصفورة عندي دايما اثناء النمو في صورة حمض الفصفوريك ميسر للطربة فلنا لو زودت الفصفورة عندي حمض الفصفوريك عندي بكميات كبيرة جدا خاصة اثناء النمو هيمتصها النباتات بكميات كبيرة وهيبدأ بقى يزهر لي الاضرار بتاعة النبات عليها المشكلة دي بقى بتاعة الزيادة والضرر بتظهر اكتر امتى بتظهر في الاوقات اللي بتسود فيها درجات حرارة مرتفعة يعني في الصيف لما يكون درجة حرارة مرتفعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة امتصاص عنصر في الصور اللي اتنين دول مع بعض بيؤدي الى نقص كمية المحصول طيب ازاي بيؤدي الى نقص كمية المحصول ارتفاع درجة الحرارة انتو عارفين ان العمليات الحيوية كل ما الحرارة بتتفع كل ما هات الحيوية داخل النبات بتزيد وصراتها بتزيد فبتعمل لي سرعة في انهاء مرحلة النمو يخليلي ان ما تنضب بسرعة وتنضب بسرعة وتنضب بسرعة في فترة اقل من لو كان الجو بارد الحاجة التانية ان زيادة امتصاص عنصر الفصفور دي مشكلة المتوفر في الفصفور دي مشكلة كبيرة ليه لو انا زودت الفصفور عندي في مرحلة اللي احنا اتكلمنا عنها بقى في مرحلة النمو اللي هي مرحلة النمو الخضري لان انا حرارة عندي مرتفعة بتصرعلي من العملات الحيوية ونضجوا دخول النباتات بسرعة فيها للزار والاسبار وازود انا الفصفور عندي في الفترة دي بالنمو والفصفور زي ما انتم عارفين انه بيضاد النيتروجين فبالتالي بيخليش عندي نمو خضري كافي اثناء الفترة بتاعة مرحلة النمو الخضري واحنا وضحنا اهمية الفترة دي في اول فيديو يبقى بالتالي تلقى مرحلة النمو الخضري عندك اختزلت وبقت النبات فيها ضعيف اختزلت يعني فترة بتقصيرة وفي نفس الوقت النبات فيها بقى انه حجمه ضعيف يعني المو الخضري بتاعه ضعيف ده هينعكس على ايه؟ هيعكس عليه ان كمية المواد القربوهادراطية اللي بتكونها النبات او الاوراق هتبقى قليلة لان الاوراق قليلة وحجم عرش النبات قليل فبالتالي هيبقى الغزاء اللي هيتوفر ليه الازهار والاسمار وكبر السمار في الحجم هيبقى قليلة فبالتالة الازم من دم حضار كده في الطماطم عرشه صغير لانه حرارة مرتفعة والفوسفور عنده كمان اصل على النيتروجين تضافته في الطربة فبالتالة الازهار قليل وضعيف والاسمار ما بتكبرش يعني والعقد نسبته قليلة والاسمار حتى الميت كونا فيها صغيرة في الحجم وجودتها منخفضة فدي طبعا مشكلة زي ما قلنا بتزداد خاصة فين؟ في الاراضي الرملية بشكل اكبر من الاراضي الطينية لان الاراضي الرملية بتبقى داركة حرارة فيها مرتفعة غير الاراضي الطينية بتبقى حرارة فيها منخفضة شوية عن الاراضي الرملية وبالتالي بتحددها بتزيد اكتر في الوقت ده عشان كده تلقى في ناس بتقول لك ايه بسمت بالتسميد علي جدا اسناء نمو النباتات وبرغم من كده النبات عنده ضعيفة ومحصولها ضعيف طب ايه هي التوازنات عندك والنسب بتاع العناصر اللي بعضيها طبعا اساسا نقصد بها عناصر الان بي كي ايه واحد يقول لي طب ما انا عايز اعرف ازاي ما انا ما اعرفش لا كل النباتات الاقتصادية تقريبا اللي موجودة اتهرت ابحاث هتلقى عند حضرتك في مرحلة الانبات ونمو البدرات النسب لبعضيها اديه ان بي كي مرحلة النمو الخضري النسب لبعضيها اديه مرحلة الازهار والاسمار النسب لبعضها دي وده متوفر لكل تقريبا النباتات وفيها ابحاث كتير جدا ومهاتسين الزراعين عارفين الكلام ده وعارفين امتى يزود نتروجين وامتى ينقص نتروجين وامتى يزود فسفور وامتى ينقص فسفور وامتى يزود بوتاسيام وبالتالي عندي الحتة دي مهمة جدا موجودة في نباتات في بقى مشكلة تانية اقل وطأ شوية اللي هو بيعمل لي خلل في التوازل العناصر الغذائية في الطربة ومنها الحديد والزنك وبيزر اول موضوع ده على النباتات الكشافة اللي هي زي الفاصولية والدرة زي ما ده بحضراتكم كده موجود ده عرض نقص الزنك على الفاصولية وده عرض نقص الحديد على الفاصولية هو بقول خفيف وطأ شوية ليه لان انا ممكن اعوض العناصر الصغرى دي عن طريق الرش بالعناصر الصغرى الورقية لكن مش هدوفها في الطربة لانها يحصل لها مشكلة لكن انا بضيفها على الاوراق فهي متصالة نباتة فقدر اعوضها طبعا بالنسبة قبل ما امشي من الحيطة دي يعني ايه كلمة نباتات كشافة اللي انا انا الطلاب كلمة نباتات كشافة هي نباتات الحساسة اللي فيها اكثر حاجة بتظهر عليها بتظهر عليها اي خلل بيحصل في النقص العناصر او خلل في الظروف البيئة بتظهر علي فهم السبين نباتة الكشافة ومن اكثر نباتة الكشافة اوي اوي يعني الفاصولية فاصولية مثلا حاسسة جدا لارتفاع الملوحة حاسسة جدا لزيادة المية وفي نفس الوقت لنقص المية لارتفاع درجة الحرارة ونقص درجة الحرارة لاي عناصر غزائية في الطربة فبتلقى ان هي من نباتات بيزر على نقص العرصة جدا الحديد والزينك والمانجانيز والماغنسيا فبالتالي هي بتعتبر من النباتات الحساسة فبنسميها نباتات كشفة بتكشف لي ايه المشكلة الموجودة في الارض او في التسميد او في الجو في المنطقة اللي موجود فيها وكمان برضو هي بتبحثة جدا مثلا نسبة كربونات الكالسيوم والموجودة في التربة يعني في الارض الجيرية عشان كده بتقولك النباتات تنفع تزرع فيها ولا لا بالنسبة بقى للناس اللي بتهتم بعملات التحليل النباتات ازاي اعرف ان الفوسفور عندي يوصل لدرجة الزيادة المفرطة او درجة السمية فانت بتروح واخد عينة من النبات وبيتجففها وتبص امت بتظهر عندي اعراض بقى نسميها يعني الزيادة او المفرطة لعنص الفوسفور في النبات لما يصل تركيزه فيه نبات واحد في المية وده طبعا على اساس الوزن الجاف في معظم النباتات فانت لو خدته وحللته في اي معمل التحليل وليقيت عندك فوسفور عندك في المرحلة دي الفوسفور من واحد واكتر تعرف على طول ان عندك زيادة في تصميد عنص الفوسفور وبتبدأ بعد كده رعيها في عمليات التسميد اللاحقة ان شاء الله لكم اشجار وخلاف وكده يبا احنا خلصنا الفيديو ده وان شاء الله في الفيديو القادم رقم اربعة هنتكلم فيه عن اعراض النقص لعنصر الفوسفور لبعض النباتات الخضر المختلفة والفيديوهات اللي بعد كده ان شاء الله هنتكلم بقى عن تيصر عنصر الفوسفور في التربة والعوامل اللي بتزيد من تيصره والمشاكل تزبيته في التربة والعلاقة بينه وبين عناصر المغزية المختلفة في محلول التربة تبعنا انا واحنا في الفيديو ده تكلمنا عن باستفادة شوية عن النتروجين وعنصر الحديد والزنك وهنتكلم برضو عن طرق وكميات الاضافة للنباتات وارجو التماس العزر في حالة الخطأ والنسيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته